تظاهر المئات من تجار مدينة جينين شمال الضفة الغربية المحتلة عند حاجز الجلمع الذي يفصل المدينة عن الأراضي المحتلة عام 48 مطالبين بفتح الحاجز بعد عام من إغلاقه أمام حركة سكان الداخل المحتلة الذي يعتمد عليهم اقتصاد المدينة بنسبة تفوق الستين في المئة منذ عام يواصل الاحتلال إغلاق حاجز الجلمع في وجه الفلسطينيين القادمين من المناطق المحتلة عام 48 فيما يسمح فقط للعمال الفلسطينيين في الداخل المحتل المرور عبر الحاجز تأثرت الحركة الاقتصادية في مدينة جينين بشكل كبير في ظل هذا الإجراء حيث تعتمد بنسبة تفوق الستين في المئة على زوارها من القادمين من الداخل المحتل نسبة ارتباطنا بمعبر الجلمة هو تقريبا من ستين لسبعين في المئة رسالتنا هي للاحتلال وللجنب الإسرائيلي أن المعبر انتمغي لك عقاب وفيش مبرر لإغلاقه إذن هذا المعبر رئتين الشمال رئتين محافظة جينين لماذا مغلك ليش ليش والمعبر كان عليه اتفاق دولي كانت سلطات الاحتلال تتحجج في البداية بأنها تغلق الحاجز الذي فتح عام 2006 من خلال اتفاقية دولية وتشرف عليه جهات دولية كانت تتحجج بأن إغلاقه يأتي بسبب وقف التنسيق الأمني مع السلطة الوطنية وبعد وقف التنسيق صارت كورونا حجتها في استمرار الإغلاق تجار المدينة الذين نظموا تظاهرة صوب الحاجز تطالب بفتحه بشكل كامل قالوا بأن الأمر يتعلق بإجراء عقابي للمدينة التي يعاني الاحتلال أمام صمود أبنائها الاحتلال يكون مقتل أبناء شعبنا بالاعتقالات المسارطة الأراضي وأيضا هذا العقاب الاقتصادي بحق شعبنا الفلسطيني هذا جزء من سياسة احتلالية لمعاقبة أبناء شعبنا الفلسطيني جنين نموذج في العملية النضالية قدمت الشهداء والأسرة والمقاتلين وأذلت الجيش جيش الاحتلال في هذه المحافظة المناضلة الاحتلال يكون بمعاقبة أبناء هذه المحافظة تعتمد جنين بشكل كبير في تجارتها واقتصادها على جانبين الأول الزوار القادمين من مختلف أنحاء الأراضي المحتلة عام 48 إلى أسواقها والثاني طلبة الداخل المحتل الدارسين في الجامعة العربية الأمريكية واستمرار إغلاق الحاجز في وجه هؤلاء يعني كارثة تحل باقتصاد المدينة يجعلها تتراجع بشكل كبير سنوات إلى الوراء هناك تأثير ليس كبير هو بل كارثي أولا هناك بني تحتية تم إنشاءها من قبل كثير من رجال الأعمال في عمارات في مجمعات تجارية وافتتاح محلات تجارية ومصانع وإلى آخره اعتمادا على دخول أهلنا في الداخل إلى جنين في سنة 2019 تم إدخال حوالي مليون سيارة معبر الجنمي حاليا نحن نتحدث عن صفر سيارات تدخل إلى جنين يفصل هذا الحاجز مدينة جنين عن الأراضي المحتلة عام 48 منذ عام تسمح سلطات الاحتلال للعمال الفلسطينيين بالوصول إلى هناك فيما يمنع على الأهالي الساكنين في تلك المناطق من القدوم إلى مدينة جنين في خطوة يراها تجار المدينة تكريسا لسياسة الفصل العنصري وتهدف إلى تركيع المدينة اقتصاديا بعد أن فشلت قوات الاحتلال في كسر صمود أهاليها على مدار السنوات الماضية من مدينة جنين شمال ضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبراء رؤيا